ويتكلم عن الرواة جرحا وتعديلا ويتكلم عن درجة الحديث وهو كتاب مفيد جدا حتى قال الحافظ بن الملق رحمه الله بأنه أكثر كتب أحاديث الأحكام نفعا السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ومؤلفه هو الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 643 للهجرة لكن المؤلف رحمه الله توفي قبل إتمامه وصل فيه إلى الجنايات وكان ينبغي أن يكون بعدها يعني كان الفرض أن يكون بعد الجنايات كتاب الجهاد وقيل إنه وصل إلى أثناء باب الجهاد والله أعلم لكن الذي في المطبوع يصل إلى الجنايات ليس فيه شيء من حديث الجهاد تبلغ حديث هذا الكتاب 6397 حديثا ويذكر في هذا الكتاب الروايات المختلفة للحديث والزيادات في ألفاظه ويتكلم عن الرواة جرحا وتعديلا ويتكلم عن درجة الحديث وهو كتاب مفيد جدا حتى قال الحافظ بن الملق رحمه الله بأنه أكثر كتب أحاديث الأحكام نفعا ترجمة نانسي قنقر